انت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إلىهم غرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعوجون لقالوا إنما زفرت أغصارنا بل لحلطهم مسعون ولقد اجعلنا في السماء مروجا وزيناها للنورين وحفظنا من كل شيطان رديم إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك ويحشره إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسؤون والجان خلقناه من قبل من نار السماء وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسؤون فإذا زويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساهدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبنيس أبا أن يكون مع الساددين قال يا إبنيس ما لك ألا تكون مع الساددين قال أم أكل أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسؤون قال أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك الأعمة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأضوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غلل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصف وما هم منها بمخردين لأبئ عبادي أني أنا العفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن طيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إلا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتوني على أن مسني الكبر فبما تبشعون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانقين قال ومن يقلب من رحمة ربي إلا الضالون قال فما خطبكم أيها الرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوطن إنا لمنجوهم أجمعين إلا مرته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمتغون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل وانتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانضوح حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصدقين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي ذكرتهم يعمرون فأخذتهم الصيحة مشرقين فاجعلنا عاليها سافلها وأفضنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة للظالمين فانتقمنا منهم وإنهم أل بإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا يلحدون من الإبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسفون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحرق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك زبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزوجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنني عمبين كما أنزلنا على المقتسفين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفرنا كالمستخزين الذين يجعلون مع الله لا ألا أخرى فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساددين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم